أعلن رئيس والوزراء العراقي المكلفة بتشكيل الحكومة العراقية محمد شيع السوداني عن إرساله برنامجه إلى مجلس النواب مرفقاً بطلب لعقد جلسة لمجلس النواب يوم الخميس من أجل التصويت على تشكيلة الحكومية المقترحة البرلمان العراقي على موعد قريب لعقد أحد أهم جلساته للتصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شيع السوداني فيما قامت وسائل التواصل الاجتماعي بتسريب معظم أسماء الكابينة الوزارية هناك بعض الأسماء مقررة هناك بعض الأسماء عليها ملاحظات كثيرة ربما فرضت من الكتلة السياسية الفلانية أو الفلانية ولكن حد هذه الأسماء هذه الأسماء الجدلية ما زال النقاش بها إلى حد اليوم الجدل الرئيس بقي حاضراً كما هو الحال في كل التشكيلات الحكومية حول الوزارات التي تسمى بالوزارات السيادية وهي الوزارات الأمنية ووزارات المالية والداخلية والدفاع والخارجية فضلاً عن بعض الوزارات الحساسة التي طالب رئيس الوزراء أن يسمى وزراؤها دون تدخل من القوى السياسية وزارة المالية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ربما تكون عليها أكثر تسليط الضوء وهذا يحتاج إلى نقاشات فأنا أعتقد أن السيد السوداني سيذهب بحقيبة منقوصة ويأخذ الثقة البرلمان وفيما بعد يكمل هذه الحقيبة الوزارية ووفقاً للمعطيات الحالية فإن تمرير الوزارة سيكون بأغلبية مريحة التيار الصدري هو الغائب الأبرز عن هذه الحكومة خلافاً لكل التشكيلات السابقة التي كانت جزءاً أساسياً فيها بصناعة القرار السياسي فضلاً عن مشاركته الفاعلة في صلب الحكومات السابقة ضياء الناصر العربي بغداد للنقاش ينضم إلينا من بغداد الدكتور غالب الدعمي أستاذ الأعلام في جماعته للبيت العراقية دكتور مرحباً بك معنا إذن رئيس الحكومة المكلف رئيس الوزارة المكلف يطلب جلسة للبرلمان هل يعني ذلك بأنه تم حصم الأسماء أو الخلافات حول هذه الوزارات السيادية وأن البرلمان ربما سيمنح الثقة غاداً لحكومة السودان سعدت مسان وجمهور قناتكم الغراء نعم غداً ستنتهي القصة وأنها شارفت على الانتهاء بتشكيل أو التصويت على حكومة جدلية بعد مخاط طويل من الحوارات والجدال والتظاهرات وإلى أن وصلت إلى مرحلة التصويت يوم غداً الساعة الثانية بعد الظهر والساعة الرابعة ستعلن حكومة عراقية جديدة هناك وزارات تم تغييرها ولحد هذه اللحظة نسمع عن تأكيدات عن تبديل وزير الكهرباء ووزير النفط ووزارات أخرى مختلفة سواء للسنة والشيعة والكرد تابتون كما يبدو على مواقفهم وحددوا وزاراتهم بالدقة ولا تراجع عنها ولكن المشهد فقط في الفضاء الشيع والسني هناك تغيرات بين لحظة وأخرى وخلافات أيضاً ربما حول بعض الأسماء هل يمكن أن يذهب محمد الشيعة السوداني إلى البرلمان بتشكيلة منقوسة غير مكتملة سائلاً ربما أبحثاً عن التصديق على هذه التشكيلة حتى وإن لم تكن كاملة هل هذا الخيار وارد؟ ممكن 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 الخيار وارد وهو ورد في كل الوزارات كل الوزارات العراقية من بداية حكومة المالك الأولى والثانية والعبادي وعادل عبد المهدي وحتى الكاظمي كانت هناك وزارات منقوصة في الغالب الداخلية والدفاع ووزارة أخرى هذه المرة ربما تم حسم وزارة الدفاع الداخلية ولكن ما زالت الدفاع أعتقد للمساء اليوم قبل أن ندخل في الاستوديو كانت محصورة بين ثلاث شخصيات سيد خالد العبيد وإحمد الجبوري وثابة العباسي هناك المطلوب أن تكون هذه الوزارة لأبناء مدينة الموصل تحديداً أقصد أنها بأحمد الجبوري الموصل وليس أحمد الجبوري أبو مازن هذه التشكيلة الجديدة بانتظار التصويت عليها يوم غداً والحكومة بتقدير يوم غداً ستمر بسهولة أغلب الكتل شاركت فيها باستثناء التيار الصدري وبعض المستقليين باستثناء التيار الصدري بالفعل ومع ذلك سجال وخلافات كبيرة خلافات كبيرة داخل حتى الإطار التنصيقي نفسها السوداني يريد أن يكون مستقلاً في تشكيلة هذه الحكومة وفي برنامجه الحكومي ربما هل توجد ضغوطات عليه اليوم إلى أي مدى يمكن أن يكون السودان مستقلاً سواء في تسمية أو تشكيلة الحكومة أو أيضاً في عمله ناحقاً رئيساً للحكومة لن يكون أطمئن 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 لن يكون مستقلاً لا هو ولا كابينته الكابينة الوزارية كابينة حزبية بامتياز لأول مرة بعد 2003 تكون هذه الكابينة حزبية بعض الشخص مزعمة أو رؤساء حزاب سياسية أسمعهم ماضحة وبعضهم تم ترشيحهم من كتل سياسية هم قالوا تحديداً للإطار والسنة أن مرشحين سيكونون حزبيين وهذا جزء من الاتفاق حتى يكونون هم مسؤولون عن هذه الحكومة وبالتالي أن تقول أن السيد السوداني هو حر ومستقل في الاختيار ليس صحيحاً هو أصلاً ممتعب من الضغوط الكبيرة إذا كانت هناك هذه الضغوطات وهذه الخلافات وتغيير بعض الأسماع في اللحظات الأخيرة وهذا السجال أيضاً المستمر خلافات كبيرة حتى داخل البيت الشيعي بعيداً عن الطيار الصدري ألا يعطي هذا زخماً ربما لموقف الطيار الصدري الذي رفض بشكل قاطع أي حكومة محاصصة حزبية في العراق بالواقع اليوم بدأنا نلمس أن هناك خلاف واضح وقود بين أطراف الإطار التنسيقي وهذا يؤشر على بداية خلاف آخر بعدما تبدأ الحكومة أنت تعرف أن السر الكبير الواضح للصراحة حول الوزارات ربما هو مصالح معينة في هذه الوزارات حينما تبدأ الحكومة عمالها تتقاطع المصالح بين الجهات الحزبية هنا سنرى ثبات وموقف الإطار التنسيقي أو الجهات المشكلة للحكومة هل ستستطيع أن تضبط إيقاعها أم تتصادم مع بعضها وبالتالي تظهر قوة الخلاف إذا فعلا كما يتوقع التار الصدري بأن الخلافات ستطفع على السطح إذن موقف التار الصدري سيكون قويا وسيكون قريبا للشارع لا سيما إذا هذه الحكومة لم تستطيع أو إقناع الناس أو تقديم خدمة واضحة للجمهور أو للرئي العام أو للمجتمع العراقي أكيد هذا يصل في مصلحة الجهة التي تتربص وهي الآن تتربص بالحكومة طبعا وهي الآن تنظر وتراقب المشهد عن كثب نعم شكرا جزيلا لك من بغدادة دكتور غالب الدعم من أستاذ العلام لجميع أهل البيت